موسيقى نصوت بيروت انترناشنل مساء الخير من أعطى أكثر للآخر التيار الوطني الحر للدكتور ماريو عون أم الدكتور عون للتيار هل بفضل التيار أصبح الدكتور عون نقيبا للأطباء وزيرا ونائبا ما هي مآخذه على رئيس التيار لماذا أعلن أنه يؤيد الوزير السابق وآم وهاب في الانتخابات النيابية على حساب رفيقه غسان عطلة هل إخراج الدكتور عون من التيار سيحيله إلى التقاعد السياسي وسيعود إلى عادته القديمة من التبشي من منزله إلى منزل العماد عون في الرابي كما كان يفعل قبل أن يصل العماد عون إلى بعبدة أم أن القطيعة مع بسيل تعني القطيعة مع العماد عون هذه المحاور النضالية الطبية نيابية الوزرية والحزبية سنناقشها مع الدكتور المبعد ماريو عون ولكن قبل البداية تقرير يعرفنا أكثر على النائب والوزير السابق ماريو عون الدكتور ماريو عون من موليد بلدة الضامور في العام 1951 تخرج طبيبا في العام 1982 من جامعة بردو الفرنسية في العام 2004 أصبح نقيبا للأطباء في لبنان وبقي في منصبه حتى عام 2007 عين وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة الرئيس فؤاد السانيورة في تموز من العام 2008 وانتخب نائبا عن المقعد الماروني في الشوف في الانتخابات الأخيرة لم يحالفه الحظ فخرج من النيابة ومن التيار بعد خلافه مع رئيسه جبران باسيل بسا الخير دكتور بسا نور أهلا حلقة استثنائية اليوم من معديانا حلقة خاصة عادة بيكون معنا شباب كنت لما كنت نيب كنت تجي معي وكنت تتحور مع الشباب لما بطلت ولما سرت مبعد عن التيار بطل بدك تتواجه مع الشباب ليش ذاك الحقيقة أنه لا مقلة ولا أي علاقة الموضوع بس بتصور أنه أنا مني جاهز بهالأيام هذه للجدل السياسي خاصة يعني مع الشباب اللي بحبهم وبحترمهم يعني كتير تعرفه وبالنتيجة هن المستقبل والحاضر حتى صاروا حاليا بس ولكن أنه أحزاب مختلفة وأنا حقيقة مني متموضع سياسيا يعني أنا صفق أنا عم بس الحالة بدل يجي حدا معك يعني من السياسي بس بأي صفة بعد في ناس من الطيار بتأيين أي في كتير طبعا أنه في طياريين كتير يلي هن بالوقت الحاضر يعني كتير تعاطفوا معي بالمرحلة الحالية اللي عم يمرق فيها علما أنه ما كان لازم القصة تاخد ضجي هالأد يعني لأنه أنا مستقيل سبق وقلت أنه عيد الوطني الفرنسي بـ 14 تموز كنت بعت استقالة مباشرة للرئيس الحزب للوزير بسير يعني وبالوقع بدون مرأ شهرين ما أخذت ولا أي رد منه علي يعني أنه الرد أنا كنت منتظره أنه قبول الاستقالة لا أكثر ولا أقل يعني جبران حبي يفرج أنه هو اللي فعل لك مش أنت اللي فعل بتصور هذه نفسيته بتصور هذه نفسيته كان فكره أنه يعني أكيد تفاجأ أني أنا سبقته بقى التقديم استقالي يعني وأنا استقالي باش عمريت مين بيسبق مين لأنه كانت أناعة عندي أنه حقيقة بالنتيجة اللي حصل معي بالانتخابات النيابية واللي هي بالواقع المراحل اللي ما رأت فيها بالطيار خلال سنوات النيابة يعني بحد ذاتها والاجتماعات اللي كانت تحصل وكل الأمور كنت تحس أنه كأنه فيه دايماً نوع من البرودي بيني وبينه ليه ما بيحبه ما عرف يعني إحساس خليه نقول هاي دي يمكن يكون ما معي حق بس ولكن كنت تحس أنه مثلاً شوف أنه هالنواب تبع الطيار الوطني بيترددوا كتير على مكتبه بيقعدوا هون هالنواية يمكن لأنك ما بتمسح له جوق ما بتقرب عنه كتير يمكن لأنك عوني مش بسير اي أنا بالمية مية على كل حال هي أنا بداية السياسية الرسمية خليه نقول لأنه أنا غير الرسمية هو بيحب اللي بمسحوله جوخ يمكن أكيد يمكن يمكن لا الموضوع اي يعني أنه بيحب اللي هني حوالي بيعتبروا أنه بالنتيجة أنه دي خليني تسمي بانه اللي لا جمعته أنا ماني مجمعت حضن بس أنا يعني فيني يقول أنه أنا مجمعت الجنرال كثير بيانات النواب نشوف أه لا أبدا أبدا ما فيه أبدا طب قلت له هيده نفسيته كيف كنت عم بتخبرني تحت الهول أنه عنده كثير هيك أروجانس اي عنده أروجانس كثير بتصرفاته على كل حال يعني أنا بالوقت ذاته يعني ما كثير حابي حلله شخصيته اليوم يعني لا بتعاطيه معك كثير عنده اي بالتعاطي اي فيه تعالي سبق وقلت على غير وسائل الإعلامية يعني ببناء بعض الأسئلة أنه حقيقة متعالي جدا وبيحب أنه بالواع أنه هو الألاف هو اليه بأي بأي شغل يعني مختزل كل شيء بحاله ما بالتحدث صحيح أنه لا صحيح أنه كان أنا بدي أعطيه يعني أنه شو كان كيف كان تكون بالسياسة سياسيا تترجم بالمجالس السياسية والهيئات السياسية طبع الطيار أو الهيئة السياسية طبع الطيار كان بالواع يعني لا يأخذوا يعطي معنا كثير يعني أنه يطرح الموضوع وكل واحد يعبر عن رأيه كما يجب بس ولكن هالتعبير عن الرأي بالنتيجة بش هو اللي بيتاخذ فيه بيتاخذ برأيه هو هو الكلمة الأخيرة ويمكن يكون هالشيء هيدا يعني بفعل طبيعة النظام طبع الطيار الوطني يلي بالواع أنه بيعطي نوع من القوة بالقرار طب هو عن جديد صار متعجف ولا كان هيك من قبل أنا لكي للمضبوط بالأساس أنا ماني خصمه بالأساس أنا ويير لجبرال يعني هو كان يعتبر أنه ماريو عون صديق له خاصة أنه أنا كنت بالواع قريب جدا من الجنرال عون كنت أنا حقيقة يعني حده صحيا لجنرال عونة طبية هلأ ليش أنا بهذه السؤال بدي يتوجه لأله حقيقة ولا ما عارف ما عارف أنا بعرف أنه آخر شي صار أنه بالواع فيه نوع من البرودة السياسية بينه وبينه قد يكون على طريقة إدارته للحزب كبرة الخصة براسه يعني كبرة الخصة براسه هلأ هو دايما الخصة كبيرة براسه ما أنا شي جديد من أولته ما أنا دايما كل عمره يعني الخصة كبيرة براسه على كل حال هده طريقته بالعب ليه لأنه هو المدلة اللي عند الرئيس عون أي أكيد أنه فلاش عندك شك أنه كونه هو مدلة هباب أعرف حنجد أنا مثلي مثل أي مواطن لبناني اليوم بيشوف المشهد السياسي والطريقة اللي عم بيصير فيها بيقول أنه جبران دائما على حق ليش ليه دائما على حق هذه ما قدرت تأخذ جواب عليها مع أنه قلتلك أنه أنا كتير كنت مقرب منه لفخيمة الرئيس وبقيت لحديث أما قبل الانتخابات النيابية الأخيرة يعني حكيك شي من بعد ما حصلت لا 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 في معلومة بتقول أنه بعت وراء لجبران على الأصر وتشارع هو إيه من وراء هذا الموضوع أنا كمان مثل ما أنت عندك هالخبر أنا عنده هالخبر بس ولكن لحديث هلأ ما لقيت حقيقة ترجمة حقيقية لهالكلام سبعقول هو يفسلك بلا ما ياخد موافق من الرئيس ولا هو عنده هيها أنه بياخد قرارات بلا ما يرجع له لكن عنده قوة قوة إقناع الرئيس يعني أنا بعرف أنه تماما بمرحل من المراحل كان دائما يعني إلي أنت محظوظ بالتأييد الجنرال لألك محظوظ بالتأييد الجنرال لألك ما كنت أنا حقيقة يعني شوف أنه حاول أعرف شو قصده بس ولكن يبدو أنه هالعقب يشيل فيما بعد يبدو عم يزيح كل المقربين أي يعني أنه هذا الواضح تم يعسروله على رأي يعني أنه حقيقة ما عم بطرح أنا موضوع معين جديد بهالموضوع أنه أكيد أنه اليوم وقت ما نشوف اللي حصل بالمراحل الأولى وبعدين بالمرحلة الحالية منقول أنه حتى في مرحلة كمان تانية عاي سلتك وانت والمرحلة تالتي بحبك الرئيس غريب أنه يستغنى عنك أهي لا أعلم أنه بعرف أنه هو بحبني وأنا بحبه ولا أزال ما تغير أنا حقيقة بس ما عم تتواصلوا كنت حكيمه وبطلت حكيمه بطلت يعني بفعل أنه صار عنده فريق من وقت العمل رئيس جمهورية انتخم رئيس جمهورية صار عنده فريق عمل طبية اللي هو بمستشفى قتل ديو ما فيني يكون أنا بيناتهم طبعا إلا بقرار منه بس ولكن كان فيه أكيد فيه حدا مسؤول بالأسر جمهورية مين الحكمة اليوم اللي عم بيهتموا فيه ما بعرف كان اللي أنا أحكي عن الحكمة طبعا اللي بعرف بأوتل ديو فريق من أوتل ديو حكمة من أوتل ديو أنا بتشاور معهم مرات دكتور زغبي معهم دكتور زغبي من الرعيل الأول يعني أنه إذا بدك أنه أنا سلمت للدكتور زغبي دكتور بدوي معهم إي كمان إذا بدك تعديهم كلهم يعني بتلعلك بالنتيجة خمسة ستة هني من أركين أوتل ديو الطبية وهو حقيقة يعني أنا مبارك أنه حقيقة بحاجة لأنهم كلهم لأنه بالوقع صحته أنا بشهد علي أنه عنده صحة كويسة منيحة رغم بعض الأمور الصغيرة يعني ما عنده سكري بمأنك حكيم سكري؟ كيف سكري عنده؟ وملح وبهار وكلهم عنده آه عنده سكري ماشي لا أنا ما إلي ما إلي حق أنا أفوت على موضوع أعصاب عنده أعصاب موضوع طبي ولا شوه أن أعصاب وبجنة يعني بنعرف أنه حكم ستة سنين في لبنان بالنتيجة معناته أنه أعصاب مني ما بيأخذ حبوب أعصاب عنده القدرة أنه يأخذ القرارات المهمة لأنه يتمتع بصحة جيدة أنا فيني إليك يتمتع بصحة جيدة لأنه بزياراتي اللي أعمل له إيها بإسم الماضي كان دايما أسأله شوية أنا أسأله عن الموضوع الموضوع الصحية ويلي كان دايما يطمن شو أنا بيتهموا أنه كتير بيضل نايم يمكن بيشتغل ساعتين أو ثلاثة بالنهار لكن ما بعرف أنه الهيئة الاستجواب هو بالوع بالشخص عم بيصير كتير يعني أنا ماني حابة بكتير فوت على هذا الموضوع لا بالعكس نحن عم نتطمر عم نتطمر على الرئيس لا صحته مليحة ما قلتلك أنه صحته كويسي يعني ما فيه أنا ما فيه نقول عنه أنه غير قادر على تولي زمام الحكم قادر ومكتر كمان أنا أكد لك الموضوع هذا لكن أنا بمشكلتي حاليا مشكلتي هي مع رئيس حزب الطيار الوطني الحر وليس مع فخامة رئيس الجمهورية أنا بحبك كتير ولا أزيل أوكي بحبه لفخامة الرئيس بيشارعون أوكي وأنا كمان بفرق جبران عن القاعدة التيارية يلي كلها بتحبه كتير لجبران ومعلاقين بالحزب وكلهم حزبيين عاصرين بس ما عملوني شيئة إليه طبعا إسمعني سكري حضرتك عندك سكري شو هو عندك سكري أنا شخصية لا ما عمل لك جبران سكري من هيك طرعت السؤال يعني لا بده يعمل لك سكري جبران جبران بالنتيجة هو بموقع وأنا بموقع أنت بتعمله سكري يعني خليني أقولك أنه لا حابب أعمله ولا هايدي نيتي يعني أنه أنا بدي أمرده لجبران لا أكيد لا لأنه بالنتيجة اليوم هو صاحب صلاحيات صلاحيات حزبية ما تنسي أنه هو نائب رئيس كتلة نيابية طويلة عريضة من اعترفه فيها ومنقله قال لي وفق بس ولكن مش هكذا يدار الوضع السياسي بعدك بعدك تطلب تمديد للرئيس شوفي أنا موضوع التمديد للرئيس هو بشكل صدفي بشقومك يعني فيها الناس خملت أنه لا هذا الشي عم يتحضر بالأسر الجمهوري أنه موضوع التمديد ما بحيات تحكيت بهالموضوع مع فقامة رئيس رئيس بهالموضوع ولا مع بعدك أنت برأيك أنه لازم يتمدد أنا وقتا كان رد تفعل كانت على شي نحكى بمقابلة غير تقياك أنه يتمدد له لا خلينا نقول أنه لاشه بده يتمدد له إذا كان هو يعني يبغى إلى التمديد كان قالنا كان حكاها بس ما بيعتقد أنه هالموضوع وبيعتقد أنه لو بده يمشي بعملية التمديد فيه فيه قدرات سياسية مثله مثل غير رؤساء جمهورية فيه يستعمل للبصور لعملية من النوع بس ولكن هو أنا مرأي أنه أنا حتى لامني على كلام اللي قلته أنا على التليفزيون وقتا بموضوع التمديد آه قال لي قال لي ما تعيدها هالشغلة يعني أنه ما قال لك أنك ما كان مفصوط مني أني قلت وكي وأنا قلت عفويا أقدر للتمديد لفخامة الرئيس مش لوحدك قلت بس خلا بعدين بعدين لكن يمكن ارتكازا إلى ما قلته أنا لأنه البعض بيقول أنه ماريو عون مقرب من رئيس الجمهورية وهذه الكلمة ما ثدت هيك هو ثدت هيك مش أكتر من يعني بس لعينتك اليوم متل موضوع يمكن شفت أنه في بعض أمور يمكن تحكي فيها حرايق وبحرايق عن جد أنا أنه ظلمت ظلمت بمواضيع هي عفوية كانت اللي عم تجي مانا مقصودة مانا مقصودة بدون مفوض بالتفصيل بقى لغاية أنه أنا أكدك أنه رئيس الجمهورية هو برجع أقول بكامل كوة بكامل عقله أوكي وعم بيمارس رئيس الجمهورية كما يجب وأنا كنت أطلع لعنده حقيقة على جريح الخاص يعني أنه أطلع أنا ومدامتي ويكون هو كمان مع مدامته ونتحدث هيك بوقت الفراغ الفراغ هل بفضله صرت نقيب ووزير ونائب أنا لكن أنا حقيقة أول شيء أنا الفورماتيون طبعي أنا طبيب دكتور وأنا بالنتيجة طبعا عندي رؤية معينة ونشيط بحياتي العادية وبحب الشأن العام وأكيد أنه دخلت على النقيبة الأطباء وبعدين ترشحت على كنقيب أطباء لأنه اعتبرت أنه النقيب الأطباء هو مكمل للمهن الحقيقية التبعية اللي هي طبيب فإذا أنا بدي أكون نقيب على 11 ألف طبيب في لبنان يعني الدكتور يعني بفضله نجحت فيها أنا وأنا كنت برجع بقول لمن يريد أن يفهم أنه أنا عملت نقيب أطباء بأبشع الظروف وأصعب الظروف لأنه عملتها بفضله أو وقته كان كان بالمنفى الجنرال عوكيمي فرنسا وأنا ترشحت أنا أول أول طياري منتخب من هيك أنا بتطلع بقول لأنه شو عم تعمل يا جبران معي شو عم تعمل معي ليش حتى بالواقع أنه أسطني بها الطريقة يعني معلش فيئلة فيئلة ظروف تخفيفية بتصور موضوع وأنا ما عم بتوسل لأنه أنا مبسوط هيك أنا مبسوط أني طلعت بس ولكن أنه ما كان لازم بيقدم على هالخطأ أنا برأيي هذا خطأ استراتيجي ارتكب جبران بحق ماريو رح تعتكي في السياسة من بعد التيار أو رح تكفي لا مش رح بعتكي في السياسة بدي أعتكي فهلا بالوقت الحاضر أنا بعدني بفترة نقاهة سياسية خليني أقول عبرو على شغلي كطبيب واستعادت كل قوتي الطبيقة الطبية والاستشفائية وأنا بين هاللين يعني معنا بأيام الكورونا الدكتور ماريو بالواقع أنه يمكن يمكن خفف أليه كتير من شعبنا ومن أهلنا بش طياريين بس لبناني لبنانيين يلي ساهمت بإدخالهم إلى المستشفات كانت كتير صعب في كتير ناس ترفض تاخد منهم كشفية هذا أكيد أكيد أنا عندي صفات بدي أتشكرك عم تعملي دعاية أنا حقيقة هذا الواقع أنا إذا بتطلع بدفتر المعينات عندي بالقليل في 55% جراتيس بلش وهذا مش تربيح جميلة لأنه هيدا نفسيتي أنا بتقاضى من مريض حسب بالواقع أنه الريحة اللي عندي إياها يعني الريحة الاجتماعية أنه هيدا المريض حقيقة مش قادر يدفع ما بيأخذ من حضر 55% أنا لا أتقاضى والباقين يعني لكي قبلي كان قبلي كان حقيقة من الضمور أنا من الضمور يعني عم تعيش من مهنة الطب يعني أكيد عم بعيش من مهنة الطب رغم هذا وكله رغم هذا وكله لأنه بالنتيجة أكيد أنه ما عملت مليونير ما عملت مليونير بحيتي على كل حال بأنه اللي لير فت على الوزارة متل ما فت ظهرت وفت على النيابة متل ما فت ظهرت يعني أنه كتر خير الله ضميني مرتاح بالتيار ما كنت فوت بأي كومبينات فت شي وظهر شي غيرك بالتيار ما بعرف عن غيري ما بعرف عن جد ما بعرف لأنه كمان بالوقت ذاته كاللزم تعمل وزير طاقة يمكن بالوقت ذاته هاي دي لطش منيح هاي دي هوني هاي دي صورتك هاي دي هوني وقت أنت خبت نقيبا للأطباء موجود وراي لائحة الطبيب بس هون كنت مراشا حالتيار اي هوني كمان أنه هون أنا جوابا على من يريد أن يعلم بحب يعرف أنا عملت أهم معركة انتخابية بزماني عملتها هي معركة نقابة الأطباء كنت أبرم من مستشفى لمستشفى وشوفها الأطباء واتواصل مع الأطباء جميعا كانت يعني الطيار ما قاله فضل اكزامبلير اوكي لا أنا أنا معلشي بحب يزعل يزعل بس الطيار كاله فضل واحد أنه بالوقع درت اكسب بهيئة الطيار هيئة الأطباء الطيار درت اكسب على صوت واحد الترشيح درت اكسب الترشيح ترشحت والبيئة كله شغل ما قاله فضل أنه وصلك لنا أبدا عملت معركة اكزامبلير بالنسبة لموضوع نقابة الأطباء وعن جد أنه كنت استحق بكل جدارة عن جدارة ما قاله فضل الطيار بس ولكن بس ولكن حقيقة أنه بوقت النجاح أنا حطيت بمكتبة صورتي أنا وفخافة الرئيس فيما بعد يعني الجنرال عون كان موجود بمكتب نقابة الأطباء على أساس كمان أنا معملت وزير ما كان قاله فضل الطيار بلا الفضل تبهي خلينا بدنا نفرق شوية شوف الظروف اللي صارت فيها ظروف التعيين التثبيت وزير كانت كان بعد أين نحن من الطيار هذه كانت سنة 2008 2008 2008 كنا 2008 طالعين من الدوحة أي طيار فيه بوطة كانت تثبيه من فخامة الرئيس فيما بعد يلي هو بالواقع سميني أنا وجبران والجنرال أبو جمرة وزراء بأول حكومة كانت ما خصم أن الطيار أخذ قرارات وأخذ كذلك سميني سميني ثلاثتنا وقتا وزراء كنا أول وزراء سبحان الله كنتوا ثلاثت أنت أو عزام عبو جمرة وبقوا جبران طرتوا اثنين تكون بقى جبران طرنا اثنين وبقى جبران الله يوفق يعني شو بدي أقلك بالنتيجة أنا بترك هالمواضيع كلها اللي عم تسير إذا شفتوا لجبران بيوجك شي ما تطرح شو بيكون رد تفعلك إذا بيسلم بسلم ما بسلم ما بسلم مش أكتر من هيك يعني ما عندي حقد على حضان يعني يتعامل بهالطريقة لأنه الموضوع اللي حصل معي كان فاضح بكل الأحوال كمان على الرئيس هاي صورتك كنت عم تخطب بـ 14 أدار هاي دي هون هاي دي كانت على وقت توفى قطيرا الرئيس الحريري أنا كنت نقيب للأطبة وكنت عم بترقص مجموعة الأطبة اللي أخدتهم على التظاهرة أنا أخدتهم على التظاهرة لاستنكارا للشي اللي حدث وقته هون كنت عم بغته بساعة الشواضر يعني أنت أخدت التيارة على الـ 14 أنا أخدتهم أكيد وقته لكين أخدت أنا كنت مترقص مظاهرة من الـ 14 أدار مين مين ظهره شو بران بسير شو ظهر أنت أدخلته على الـ 14 أه لا ما قال عليه يعني ما قال عليه هون شوفك من كل الأطياف يعني مثلا بتطلع إذا بدي هايك تغلب الدكتور بشارة أسمر هيدا هون يلي هو طبيب القلب جراحة القلب بأوتيل ديو المدان زياد نصور نائب السيارة مع الحزب هو اللي أخرجه من 14 أدار ما بعرف حقيقة أنه ما فت أنا بهالتفاصيل يعني أنه مين أخرج ومين فوت ومين كذا لا أيدا أنت برأيك أنا برأي أنه بوقتها كانت بعد الحالة التيارية ما كانت حالة يعني حقيقة منظمة ومكودرة فيه طبعا كنا رفقاء حديد يقول يعني بس أبدا ما كنت يعني أنا مثلا عملت مظاهرة أخذت إذن يعني لأعمل مظاهرة لا ما أخذت إذن من حدا حتى حتى وقتها من جنرال بشارعون ووقتها بحينة ما أخذت إذن منه وقتها عملت نزلت على المظاهرة لأنه كان يجب أن يكون كمان جسم الطبي مستنكرا هذه الجريمة اللي حصلت مش أكتر من هيك أوكي وعملت كمان ندوات بنائبة الأطب على موضوع أختيال الرئيس الحريري مش بسك ما اكتفين بها طيب رحل الفيديو أنا وياك بدأ أخذ رأيك فيه حقيقة أنه وهيدا إذا بدك من الأمثلة الحية حاليا يلي من خلالها فيني أقول إنه شو هالخطأ اللي انتكبته يا رئيس الطيار أوكي يعني أنا حقيقة كنت إيه أنا كنت موجود بوقتها بهذا اليوم المشؤوم يلي أنا طبيب وعندي اسم كتر خرق الله يعني أنه أنا بالوقت ذاته تعرف الأطباء اليوم على درجات من المعرفة والشهرة كتر خرق الله أنه اسمي شائع بالبلد كدكتور اختصاصي بما أنا هو اختصاصي وأنه بالواقع أنه ورب عيلي عندي كان ثلاثة أولاد بوقتها عندي ثلاثة أولاد وأنه ما قدرت أقبلت على نفسي وقت بالواقع أنه بيجوا وبيكمشوني وبيحطوني بالريو وبياخدوني على ذريبة كلامي سرلك ذريبة لأنه بالواقع أطراب على الأرض وخبريات بيوزات الدفاع وأنا حقيقة بوقتها أحدهم يعني من الرفقة طبعي اللي هو أدونيس العقرة بيحكي فيي كلامي بوقتها لأنه شافني أنه ما هان علي هالشي التعامل اللي صار معي أنا بقيت واقف 36 ساعة بالتوقيف بيوزات الدفاع جبران باسيل طلع بالريو لحتى ما أقعد أبدا لأنه أنا ما كنت بهدلوني أنا ما بتبهدل جبران باسيل طلع بالريو حقيقة أنه ما لك ما بدي أتأكد من قصة جبران يقال أنه طلع وقال أنا ما إلي عليها أنا صهر بس للرأي لأنه كان وقته برئيسة الاجتماع الجنرال الطيف نديم الطيف وحقيقة أنه أنا رفقته لجنرال الطيف بوقتها بها التوقيف وكنت عم بيأخذ وبعطي أنا ويالة كطبيب وكل شي بس ولكن أنه الأمور قدت إلى الإفراج عني أنا بعد 36 ساعة بقول جبران عم يمحي كل المناضلين الحقيقيين داخل الطيار كلمة معقول وقال لك نعم معقول شوفي شو بيرده شو بيرده اليوم أنه عنده صلاحيات طويلة عريضة وقلت لك عم يعمل حزب على إياسه يعني أنه في نحن بهاي برات الإياس عم بيحاول أنه بكل مرحلة عم بيشيل أصم هالأخطأ الرئيس بتوريس الطيار صهر جبران لكن مش أنا بعتقد بترك للتاريخ التاريخ هو يلي بيقول أنه هالأخطأ يمكن يطلع أهم إنسان جبران يبدو أنه مظبوطة معقول تعملوا حركة مع بعض أنا لا مني انقلابي بطبيعته مني انقلابي أبدا بعتقد أنه عم بترقب الأمور لا حركة لحالكم تتكفوا زعلين سبقوا وقلت أنه زعلين لأنه مش هيك بيتعامل مريم حكيت زياد أسود لما كمان فصل كمان لا ما بتوصل الأنوية لزياد عن جد يعني أنا بوجه له التحية يقال أنه يناول الانتقام زياد يعني عنده تقريبا شي 30 تويت بده ينزلوا انتباعا يفضح فيهم ما يحصل في كواليس الطيار لكن ما عم بتبعه ما عم بتبعه لزياد بعرفه أنه مناضل شريف أبداي عن جد يعني وما تنسي الثانو صليق اي والثانو طليق كونه محامي على كل حال يمكن يكون أطلق مني أكيد يعني زياد ما بيفوت يعني بالعملية الممحكة السياسية يعني البسيطة أنا برأي أنه طبعا هو زعلان كمان على أساس أنه زياد يعني من المناضلين يلي ينحسب لهم حساب وكي وكمان حكمة ديب يعني زالم حكمة ديب أنا برأي نعم إليه اليوم معناته أنه مبينة أنه مقصودة مقصودة أنه يعملوا ظلام علينا يعني أنه أنا الظلام مين بعت فيه مناضل بالطيار أبعت فيه أكيد بعت فيه فيه ناس كان مفروض أنه يجيوا النفس المصير بس بتصور أنه جاي يدوروا على الطريق بعدين إذا استمرنا هيا هيا يفل له برأيك مثل مين إذا استمرنا مثل مين ولا ألاعون ما إلي طبعا عنده الشخصية متميزة عنه لجبران يعني متميزة ما فين أكثر من هيك شو نوية أنا أقعد بعلبولار شو نوية براهيم كنعان كمان أنا ما فين ما أعرف براهيم كنعان كتير إشكتير عليقته ديانا أنا شخصية يعني عم نحكي سفاين عم نحكي هيك أهل بيت أنا الموضوع بحياتي اليومية أنا بربر تسمع عن حالي حالك يعني أنا سألتلي في كتير رح يمشو هلأ على ضربك إبراهيم كان عم برأيك أول واحد يعني طلع عن البطرك ما أخذ ما قبلك كل عمره مش جديد ما عملش جديد أبدا ما عملش جديد يعني إبراهيم كل عمره النوفيان بيتعاطر باستقلالية وأنا كنت أتعاطر باستقلالية وقد أكون ما جمعته حالكم وقد أكون دفعت السرر بحسبها الاستقلالية ما كنت جيب سيبت ولا جبران أبدا معه وأبدا شخصيا غيري ما بعرف ممنوع لا بش ممنوع أنا يعني أنه اليوم بعرف بعرف أنا أنه أول شي منه موضوع بأي بأي حديث بحث أنا وي منه موضوع أوكي يعني بجي حتى أحكي عنه أوكي لا يعنيني أنه أتكلم عن رئيس الحزب بعد عن تشكيله أنا رئيس الحزب بلاش أتكلم عنه وقت العمل الضرب المهم معي بانتخابات النيابية الأخيرة وما يقولوا هلأ الحقيقة القواعد الطيارية بحساب مععد نيابة لا أبدا مش بحساب مععد نيابة أبدا لأنه لأنه بحساب قلت قلت الاحترام لشخصي لأنه بالواء أنا عندي كرامتي هذه بصفة موضوع ما ديك تحكي عنه ما معرف إذا بحكي لك عنه يعني أنه يعني أنه أنا وقت شو رأيك بهذه الصورة شو هلق أصلا هلق أصلا هلق أصلا بأصر بيت الدين بس غسان بزيارة وقت عملنا له على أصر بيت الدين فضلوا غسان بس أنا وغسان بس بش بالضرورة أنه يكون يعني بالتكافل والتضامن على الأكيد يعني بش هيك أبدا يعني غسان بيشتغل على طريقته أنا بيشتغل بيسير بقى جبران أكتر منك بيسيره بيسير أكتر صديقه لجبران أنا فيني إذا نحكي معنا الصداقة هو صديقه كتير لجبران يعني أنا صديق عادي جبران معي يعني بس هل لا بطل صديقه أنت مين صديقك مين صديقك ويقام وهاب لك أوه شي أنا بفتخر بصداقتي لفخيمته لجنرال من هونيكو بالطالع إذا عم تحكي لي مين صديقك بالسياسة شيء آخر لأنه 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 بيشتغل أنت كنت بكتبت عم ويقام أي بيشتغل بيشتغل ويقام اليوم بالحياة اليومية والاجتماعية بالسياسة بالمصلحة بالسياسة أي نعم مش مصلحة ولكن إنسان بالوقع يعني عنده فهم شفت الموت من وراء لو يقام عندك انفورماسيون منيحة عندك معلومات قوية أكيد أنه هلأ شفت الموت لا بس أنه حرام أنه هو يعني له علاقة بالموضوع أكيد لا هلأ البعض اللي الممازحين نزلك على الدرجة تهربة مقطوعة البعض الممازحين اللي بيحبوا يمزحوا وحكوا بعملية دفشة شو كنت عم تعمل عنده كنت عم بحكي أنا ويه الموضوع الساعة وقتها اللي هو الانتخابات النيابية واتبادل أنا ويه المعلومات أوكي شو عندي معلومات شو عرضه معلومات وأنا انت لقى العملية مش عملية أنه عم بوصله إش لأنه العملية أنه هو حليفنا هو بالسياسة حليفنا يعني أنه ويقام كل عمره ما تروحه والمير طلال أنه هذو حلفاء الطيار الوطني بتشوف أنا ما شزيت عن القاعدة ما شزيت أبدا أنا كنت عم بحكي بهذا الموضوع لأنه لأنه كان جمران يدباخل علينا أوكي أو علي لألي احمل المعلومات الانتخابية النيابية اللي عم تحصل رح تزلتوا ببيته وين ببيته لو يقام على بي الحسن أنا كنت ببيته أنت وفاليل طلبت الأسانسور أنا وفاليل هو ظهر معي على الأسانسور وجهره تحية ويقام أوكي طلب لهوت الأسانسور طرعت الكهرباء مأطوعة هلا هو بالواقع أنه قلت له أنا حتى ما خليه بس اللياء اللي عندي إياها لما خليه واقف ماء على البيب بره على الأسانسور قلت له أنا هالدرج بوجه نازل على الدرج وما كذب خبار طلع أنه كهرباء مأطوعة على الدرج وغير الدرج بس من هون بالطريق ما تسأليني شو صار معي شو صار وعيد مستشفى معرفت شو صار معرفت شو صار عرفت أنه أنا أكيد لأنه عنده درج مثل كوليماسون مبروم دخلت يمكن ونزلت أو دعسي ناقصة كتير وقعت أكلت 23 أطبي على راسي وغبت عن الوعي قال لك أجل عندك على المستشفى أجل كل فريقه أوكي تعرفي في ظروف أمنية في ظروف أمنية يجب تلفن تلفن وكتير تفسر عني وفي مباحث كمان يعني لا مفهموا أنا يعني أنه تأمل بد يركض يحمل حيار يركض على الأوبيتال لا بس بتفهم بس ما دعمته كانت يعني شفت شو الغاية أنه قابل واجب كما يجب يعني ما أنه ما فيني أقول لا بقى أنا بس من هون بقول أنه الفهم كان غلط بالطيار بالتحديد يعني باللواية الانتخابية أنه خيّي بيعيروني أنه أنا كنت عم أيد بقى مهاب بطيب حليفنا ما فريد البستاني على اللي حزينت ندمت على هالروحة ندمت على الوقعة ندمت على الوقعة أكيد يعني أقول لك وقاعد كنت عم تخططوا لشي ممنح أسئلتك مهضومة هادي صفة حقيقة ووجدينيات عم نحكي ما بديك هيك أنت ما بدك تقعد مع الشباب آه لا لأنه مش وقت هلأ أنا أقع بجدري عملته وعملنا وعملنا وعملته بعدها أنا مين عبا تسير مش قادر تدافع لا بلا بس أنا مين عبا تسير إذا ما ديقل لي أنتو شو بقل له أنا شو بديق لهم أولي الشباب حتى أرجع استعيد هوية سياسية معينة بس أنت مطالب بقول الحقيقة للرأي العام أقول الحقيقة للرأي العام أنا ما عندي بس أنه هلأ حقيقة أنا بكون وضع موري حتى نتبقى يعني أنا أنا كمفروض أنه إليك أوكي بيجي لأنه بيجي كلهم بيعرفوا كلهم بيعرفوا شو صار معي أوكي بتصور أنه كان الأسئلة بتتغير طريقة يعني عم نشوف صورة هادي لك ما أحليكن كنتوا هون جبران بعيد لا لا أقول لك هادي بلا بس كنت بمنطقة قريب لمنطقة جبران هادي وقت كنت وزير للشؤون الاجتماعية وعم بفروم كنت على مراكز الخدمات الإنمائية يوزف خليل كمان من الأشخاص اللي جبران ما كان يحبهم ما بعرف ما بعرف يعني فيني يقول لك بس هادي أنا كنت وزير هون بس انطاروا بس ما خصو خليل بالسياسي يعني انه مطار يعني كطيار هو كان كنائب كان جيلبيرت زوين مرتين ما كمل في زوين كمان مزبوط جيلبيرت أبي النصر هون كمان كان عنده مشكلة مع جيلبيرت ما أنه يعني ما بتحكي وما بتشكي بقى ولا شو بدي أقول لك لأ هادي كانت وقتها عم بمشان لتنمية المستوصف الخدمات الإنمائية طبعا وزارة الشؤون الاجتماعية كنت جاية لا شوفشوا النواقس اللي عندوا إياها حتى لبيلهم مطالبون وقتا كانت هاي دي محطة من المحطة مين ورطن كلن بكسروان لشو لهود النواب ندل بستاني يعني في نواب حاليين يعني للمزبوط ندل بستاني شو رأيك كان رجي عزار و رجي بطل هي ورطته كمال لرجي عزار شو رأيك فيها لنذاب بستاني لنذاب نشيطة شو بدي إليك أعتبر أنها نشيطة راضي عنا جبران جبران راضي أكيد لأنه ما حدا بيجي على أي مسؤولية معينة بدون رضا جبران جو اسمع برئيسة الجمهورية استطلاعات الرأي بعتقد أنه هيدا بلون بتصور بتصور هيدا بلون لأنه بالوقع نحنا ما تعوضنا أنه جبران يتنازل على أي شيء بقلب الطير بيرشح نفسه له أو بيرشحه عنده حزوز أو لا أو بيرشحه لكن أنا إذا عم تسأليني كمحلل بالوضع السياسي أنا بيقلك أنه حزوزه باتت قليلة جدا باتت قليلة لماذا؟ لأسباب عديدة لأسباب عديدة يمكن قد يكون أهم هي العقوبات المحطوطة علي أنه كما يجينا رئيس جمهورية يكون حقيقة اليوم علي عقوبات من أكبر دولة بالعالم منه شغلي يعني أنه منه محبوب ومنه ما عنده هلأ هنيك منه محبوب رضا كامل من قبل تعرفي أنه هو مطلوب أنه يكون محبوب بمجلس النواب يعني لأنه هني اللي بنتخبوا رئيس الجمهورية يعني مش أنه مش الشعب لأيك وزراء الطاقة عملوا النواب لا يحصنون هلأ ليش حتى منحكي بس عنه يعني كنت أنا حبايتك تسأليني كمان ليش عند الفريق السياسي الآخر عملوا عملوه النواب وكذا تعرفين احنا باللبنان الموضوع بالوائع النييبيات بس لأنه هني كانوا وزراء الطاقة ندا وسيزار ونزلوا أنه عنده خمرة لا مش كأنه ما فينا ما نحكي عنه لأنه هو التيار تقلك لأنه هو عملوزير الطاقة كافي عنده بالوائع حوالي مجموعة كونسيية مستشارين مجموعة وكل هود اللي إجوا يعني فيما بعد على وزارة الطاقة يعني كانوا بالوائع محظيين من قبله أوكي لجبران كونه أنه تشتغلوا معه بيعرف كفاءتهم المهنية وبالوائع أنه تقريبا كمستشارين ترقوا إلى رتبة وزير كفاءتهم ولا ولا أنا عم قل لي هم نحكي بشكلهم طياريين يعني بشكلهم حمي بطاقة طيار يعني بس ولكن ندوا سيزار ولكن كانوا مستشارين معدى سيزار عبي خليل ندى البستاني ندى مع بطاقة بعرف ندى مع بس ولكن الباقيين مش على علمي مثلا مين اللي برقوا على الوزارة الوزارة الطاقة كان في أرثور نازاريون ريمون غاجر أرثور ريمون ما كان أصحاب الطاقة طلق بس ما نزلن عن نيابة هلأ ما نزلن كان هنما نزلن شو مديرلك أنا كمان بشكل واحد بيحب وقت خمني إنه كل إنسان بيرغب يترشع عن نيابة يعني أنا شخصيا أنا وقت عملت نياب كان عبيلك تعمل نياب هالدورة لكن هالدورة ما كان عبالي بس ولكن قلة الاحترام النائب هو معاقب معاملات بالمية مية أنا هذا اللي قلته هو كماش علي كلمة من هالنوع إنه شو هي شو هالنيابة هاي دي كماش علي بس ما خميان ما خلاني المجال إنه كمّل أنا وياق هي إخضوعة بس ولكن في بس في ماء هالماء ما بده يهمت كأنه ناطر مني كلمة وحدي مشان لحتى بالوقع يشتغل شغله بالموضوع إقصائي إقصيني أنا بهالحال سأتغيرت رأيي بموضوع أنه صفت أستاذ كرامي يعني أنه بلدة مثل بلدة الضمور اليوم يعني فيها قوة ناخبة طويلة عريضة وبالوقع أنه ما بتتمثل ليه ليه ما بدك تمثلها ومين بنزل عنها هو طبعا يلي فرجاتينا هلأ الصورة غسان عطلة هلأ غسان عطلة لو أنه أبن الضمور جاي من بطمة من ضاعة صغيرة يمكن كلها هالضاعة مع كل الاحترام هي صغيرة قلت لي مجلس حكماء الطيار مين هني نعم مين بيكونوا مجلس حكماء الطيار بحاكنا لكن المضبوط أنه أنا يعني بعرف أنه هو اختارهم بأقدميتهم بالطيار الوطني يعني أنا لو كنت على بوضعي كتير منيحة أنا وياه لجبران وكذا وبطلت يمكن كان بيطلب مني أن يكون منهم بس وليكن خليني أقولك أنه هني ما بين محامين واقتصاديين يلي بالواقع أنه بأعمار معينة أوكي طبعا يعني عندهم هني بيقيموا كل واحد وأعمال كل واحد يعني هذا حسب بالنتيجة بنظام وفي شيء اسم مجلس الحكماء يعني أنه مش مختصروا بنفسه يعني جبران هلأ اللي بعين التاني هو من الحكماء هو لا هو لا هو رئيس الطيار هو رئيسهم رئيس الكل هو البعينون هو البعينون طبعا هم بعينون أكيد يعني أنه أنا أتفاجأت بهالموضوع معنا شيء ما يواخذوني اللي عم يتسمون علي اليوم أنه طلعت الحلقة حلقة طيار بس ولكن خلينا نقول أنه هو بعينه المزبوط بس ولكن أنا اللي بدي أقول عنه أنه أنت ندمين الكلمة الأخيرة مش عم تكون لقلهم إيه لقلهم بس أنت ندمين أنه فتت بطيار رئيسه بيختصر كل آراء بشخصه أنا بالأساس بالأساس ما بحب الأحزاب بالأساس بس ولكن أنه أنا قربي من فخامة الرئيس العيون الرئيس لقينا حالنا شوي عم نتكودر أوكي أنا مني حزب يعني مثلي مثلي كتير مثلي كمان أوكي لقوا حاله جوة شيء اسمه الطيار بالنتيجة الطيار بش حزب بالمطق هو عم نسميه حزب لأنه ضرورة ضرورات العمل السياسي عندي سؤال حشري أولك الرئيس عون بيحضر كل المحطات شو بتحكي وبتهاجم جبران أو بيوصلوا كل الخبار اللي بتنشر أكيد في تقارير يومية بتصلوا لفخامة الرئيس يعني بيشوف يعني هو بالجو في تقارير بشأنه بيشوفه وبيحضر إذا كانه قبل بالبيت بيحضر عم بيحكي يام الرابي كان يحضر التقارير يمكن تقطع جبران البدوية بيحطه البدوية ما بيحطه بس أنه هو الرئيس معه خبر بكل شي عم بيصير أنا بتأديري بتأديري وبقناعاتي نعم معه خبر معه خبر بكل شي أكيد بقلب الطيار وبالبلد والقلب الطيار والبلد بالوقع بالوقع أنه عنده قدرة استيعابية كتير كبيرة جنرال عون أنا بشهد له فيها يعني وكنت هايا أطلع لعنده مرات تسعة بالليل عمل له زيارة بالرابي يكون واعي يكون واعي ونتحدث بكل شي ويصير بعض الاتصالات الهاتفية لأمور سياسية بتخلط البلد معه خبر بالمية بس حضرتك ما لتقيت فيه وأنت فيستو فيس قلتله شو ولا مرة قلتله بالعكس تماما أنا ولا مرة حكيته شي ممكن يغيزه مش بحسب شي ما في لزوم ما في لزوم ازعجه بمواضيع اليوم لازم معنا حلة بشوي حلة إذا بدك توجه له كلمة عبر هالبروغرام ما بعرف زي رح توصله أو رح يسمع أو رح يحضر بس نحن رح نجرب نوصله إياها شو بتقله دفع خيمة الرئيس أنا بدي أقل له أنه أنا بعدني على على موقفه منه شخصيا أنه أنت بالواقع رجل الوطني بامتياز وأنك بالواقع بزلت ما بينعمل مشان لحتى تقدر بالواقع تغير الواقع الحالة اللبنانية بدي أقل لك أنك أنت الرئيس الفخري للطيار الوطني الحر وأنه هالطيار الوطني مجرد أنه عم يصير فيه هزات بالداخل عم تقدي إلى خروج بعض الأشخاص يلي هن بالواقع مميزين على الصعيد الفكري وصنع عندهم خبرها وعندهم مسيرة أنك باللقلية تطرح السؤال شوي تعطي من وقتك شوي لحتى بالواقع تقدر توقف هالمسار الانحذاري يلي عم يقع فيه حليا الطيار الوطني ما تخلي حدا يأثر عليك أنا بعرف أنه ما حدا يأثر علي لفخيمة الرئيس لأنه قناعته هذه أنا كمان بأعتقد أنه جنرالي بيحبني معرف أنه بيحبني شو ما كان يكون وأول مرة بيحكي وعم بيحكي بواسطة التليفزيون يكن بش حلوة كتير لقله وعن شي يعني بيخصت بيتنا الداخلة بس ولكن هذا بيدل على أهري لقله أنا مأهور في البعض رح بيجي مبسط من كلمة أنا مأهور أنا مأهور على الطيار مأهور على الشي اللي عم بيصير مع الطيار وهذا الشي فيه له مسؤول عنه يجب فتح هذا الملف شو بتقوله لرئيس طيار يخفف شوي من عن جهيته من كبريئه يخفف وينظر ويعرف أنه بالحيات بيش بس أنه مأهور بيتباهى أنه أنا بالصياسة هيك أوكي لا فيه أصدقاء بالحيات فيه أصحاب بالحيات فيه تطعيات بالحيات بدأت تطلع فيها هذي كمان مجموعة وعاب أوكي يعني على كل حال أنا اللي عم بيقوله أنه أنا لو كنت رئيس للطيار بيش هيك بتصرف ما بتصرف هيك أمدا تصرف صح هذي يلي كلهم الطياريين هذي كلهم حقيقة عندهم قناعات يلي هي قناعاتي وقناعاتك وقناعات فخامت الرئيس هذي قناعات عندنا إياها نحنا حرام أنك بالواقع تبذل فيها شكرا لإلك دكتور بشكرك لأنك كنت هلقدي صريح وحكيت هيك كل يلي بقلبك نحنا كمان نحبك وأكيد في كتير بالطيار بيحبوا بحقيقة على شجاعتك نفيه بيحرز بالحقيقة وعلى طواضعك كمان وإنسانيتك شكرا لإلك على هالحوار الحلو تصبح على خير مشاهدينا